اشتركوا في القناة مباشرة الى ما يعرف اللعب بمناطق محددة يعني تحدد مناطق وتضع لاعبين في تلك المناطق يلعبون فقط في تلك المنطقة ولا يتحركون الى المناطق المجاورة سواء الامامة والخير والجانب فقط فانا عندي سين ضد سين سين ضد سين اذا هذه المساحات يعني سين ضد سين احسن شيء تعملها خمسة وعشرين ياردة يعني خمسين ياردة او اربعين ياردة في اربعين ياردة وتقسمها اربع اقسم او يعني تقسمها انا اقول لما تقسمها تقسمها لعلامات طبع علامات صغيرة مثل هذه العلامات الصغيرة وتقسم منطقة فقط لا اكثر ولا اقل سيكون عندك تدريب زين وتدريب جيد وما يحتاج أكثر من علامات بسيطة وهاي العلامات تغنيك عن الخطوط طبعا 100% راح تغنيك عن الخطوط أنا الآن دا أضع العلامات إن شاء الله أصبر عليها وهذه شائعة ومعروفة لك المدربين لكن أتذكر أنا دا أدره بمن؟ دا أدره قاعد بمرحلة التقوير فأحتاج إلى تمارين ألعاب مصغرة حتى طورتهم ما يرى باللعب في مناطق محددة ووضعت المناطق المحددة نضحها يعني شوف الآن المناطق المحددة التي أفك إياها ما في قطور في مناطق محددة نفس المربعات صارت فالمدرب مجهز أنت تتصرف بالمسافة طبقاً لأعمار اللاعبين طبقاً لمستواهم طبقاً لي أنت شنو عنوانك التدريب أهم شيء بتدريب التطوير ما هو عنوانك التدريب أنا اليوم عنوان التدريب إثنين ضد إثنين في مناطق محددة وألعب وأنا كمدربة أكون مجهز أحسن عشان اللاعب دائماً يبدي من الحارس فإذا لعبت لهذا الحارس مثلاً فعلى اللاعبين اللي هما الآن الأبيض المدافعين ثنين ضد ثنين في كل مربع يتحركون عشان يستلمون من عندي لأن أنا الحارس ما لهم استلمت الكرة الآن وأريد ألعاب الكرة وأريد ناس تتحرك عشان نبدل اللعب فإذا ردت مثلاً على سبيل المثال هذا يجي هنا لكن في مربع أكرر في مربع هذا يأتي هنا مثلاً على سبيل المثال للحصر هذا يأتي هنا يقدم شوف كيف يقدمون أهم شيء أنه أنا أعلم اللاعبين طبعاً راح يكون هناك ضغط من قبل اللاعبين ما يعرف اللاعبين الأزرق المهاجمين الأربعة لكن لاحظ لاحظ أنا أرجعك لذاكرتك أرجع ما يعرف بالمربعات فلكن أنا ألحظ في المربعات فالحارس ممكن أن يلحظ إلى هذا حتى لو كان هذا تحت الضغط مثلاً مثلاً لو هذا تحت الضغط الأبيض اللي يستلم من أكيد راح يكون تحت الضغط فيمكن أن يقدم لزميلة إسناد وممكن أن هذا هم يضغط ممكن هذا هم يضغط يضغط مئة بالمئة إهنانا يضغط ويغطي فتكون فرصة لهذا اللاعب أن يمر الزميلة وزميلة ينطلق للكراء ومسين ضد اثنين خلقناها ومسين ضد اثنين الآن عند الخيار هذا اللاعب أن يلحظ إلى هذا المربع أو إلى هذا المربع فنفتغل يلعب إلى هذا المربع فيصير اللاعب انتقل ثنين ضد ثنين في ذلك المربع ويكون اللاعب هكذا هذولا السنين المهاجمين سنين مهاجمين لحب احتياجي سنين ضد السنين سجل بالهدف ما تقدر السجل بالهدف يعطي لأي مجموعة حتى المجموعة لخلفك المدافعين يمكن أن يساعدوا لها فعلم اللاعبين على نقل الكراء من منطقة محددة إلى منطقة محددة مع ثبات اللاعبين في تلك المنطقة فيكون عندك تمرين من التمارين الجيدة تمرين لعب مصرر يسمى اللعب في المناطق المحددة اثنين ضد ثنين هذا العنان التدريبي تركز بنقاط التدريب على ثنين ضد ثنين أول نقطة تركز عليها هل بالإمكان الاختراق من قبل اللاعبين أربعة أم الاستمرار على البناء لخلق فرص التصويب الآن اللاعب لا بيض بإمكان أن يصور من العنان يعني بإمكانها وببساطة إذا ضغط مال المنافس قليل يعني يصوب على الزاوية بإمكانها يعني أو يلعب مع زملاء أو يلعب مع المدافعين عشان يعيدون البناء فهي التمارين التمارين ألعاب مصرر ابحث عن عنوانها التدريب لا تنسكها لمتينة لا تفكر فقط أن تضع سيان وغد سيان وتقول يلعبوا على هذا شنو عنوانها التدريبية؟ أنه عندك منطقة محددة ومادام أنت في منطقة محددة أنت كمهادي في أي مكان من هذه المنطقة إذا عندك فرصة للتصويب صورة لأن أنت داخل منطقة جزاء ونفس الشيء يقال على المدافع إذا عندك فرصة أنت كمدافع أنت قريب جدا عليك زملائك بالمربع الآخر فعليك أن في أول فرصة للتمرير الأمام أن نتمر لأن إحنا هدفنا كمدافعين أن نبني سرعة نغذي مهاجمين بالداء وهدفنا إحنا كمهاجمين أن نسجل بأسرحة ممكن إذا خرجت الكرة لا يجوز إلى متابعة الكرة أبدا إطلاقا وإنما المدرد يشوف لمن الكرة هذه من المستفيد حالة فريق مستفيد إذن يلعب كرة حالية لحارس المرمى الآن يبدأ البناء من الفريق الأزرق قد تضع شرط تعليم إذا كان هناك ضغط عالي من قبل المهاجمين الأبيض على المدافعين الأزرق ممكن حارسا يلعب مباشرة لزملاء الأزرق في ساحة الفريق المنافس وإننا يبدأ اللعب من الحارس إلى مهاجم ثم سنة ضد السن فذولا ماذا يبحثون عن الفرصة الأولى للتصوير أو خلق الفرصة الأولى للتصوير أو اللعب مع زملائهم على الجهة المرأة أو حتى تدوير الكرة إعادة اللعب مع المدافعين وتدوير الكرة لخلق ما يعرض بيه البناء من أجل استحداث فرص التصوير واستغلابها إساء الله هاي التمارين روح التطوير في الكرة القدم انتبه عليه بحنا نأخذ بيها سعة من الشرحي والنماذج علما علما أنها تملأ الانترنت في كثير منها وهي تملأ ساحات كرة القدم حولها لكن احسن نحاول أن نضح لأن فيه ناس يعني كثير من المدربين الشباب اللي تعتمد عليهم يعتمد عليهم مستقبل يعتمد عليهم مستقبل كرة القدم في البلد قد يكونوا محرومين من ما يعرض الدورات التنبيبية أو المشاركة بأسباب مادية أو غير مادية أسباب كثيرة أكبر أو ما تتاح لهم الفرصة نحن نحتضن هذه الطاقات الشابة لأن المستقبل للطاقات الشابة زين؟ فنتوكل على الله ونكون نحن معلمين ونسلمهم مهمة قيادة التدريب بإذن الله تعالى هذا التمرين الثاني العام الجانبية المسطرة شكراً جزيلاً